سيكون معنا للتحليل والتعقيب الأستاذ محمد الأسواني الإعلامي من فيننا أستاذ محمد أهلا بك السلام عليكم تحياتي لعبرتك أستاذ مندو أهلا بك أستاذ محمد أتمنى يكون صوتي مسموح أنا سمعك أستاذ محمد يمكن تابعنا النهاردة المستشار النمساوي حلف اليمين مع الوزراء الجدد ياريت حضرتك تقيم لنا الموقف الحالي للحكومة النمساوية الجديدة بعد تغيير الوزار الجديد بطبع يعني ليس يعني هناك أفضل مما هو يعني ممكن في ظل جائحة كورونا والاضطراب في داخل المجتمع النمساوي كان من مصلحة رئيس الدولة أنه يقبل بهذه الحكومة الجديدة التي يقضها كارن هيرا وهو كان وزير داخلية النمسا السابق وأنا أعتقد عدم القبول به السيد شاينبير لأنه يعني هناك شبهات أنه هو يكون ضالع في المشكلة التي يقضيها سيباستيان كورس وأنا أعتقد أنه هناك ارتياح من قبل رئيس الدولة وحزب الخضر إلا وأنه يعني باقي أحزاب المعارضة غير راضية وهم يعني يعني يتحدثون في إمكانية أن يعملوا انتخابات مباكرة أستاذ محمد لكن خليني خليني أفكر حضرتك يمكن شاينبيرج في بداية توليه للمستشارية لما يعني طلب منه أن يقود المستشارية هو من نفسه قال أنه ما كانش بيطمح للمنصب وبيريد برضو هو كان يعني حابب أن يكون دبلوماسي يعني مش عارف حضرتك وجود ضلوعه في المشكلات أو الاتهامات الموجهة الكورس ده حضرتك يعني أنا لم يعني ما سمعتش بيه خالص ده حابب روه هو من أكثر السياسيين القاربين من سباسم كورس لأنه وقت ما كان سباسم كورس وزير خارجية النمسا وهو على تواصل والتحام مع شاينبيرج ومن هنا تأتي يعني عدم الارتياح لكل من هم كانوا ملاصقين لسيباسم كورس إلا وأنه يعني ما زال هناك يعني أحاديث في الكواليس بيقولوا أنه هم غير راضين لكن سوف يعطوا هذه الحكومة فرصة كي تباشر عملها لا سيما يعني هناك أشهادة من صندوق النقد الدولي بيؤكد أنه النمسا في العام الماضي حتى يعني في الفترة القادمة فيه نمو اقتصادي نعم وفيه انتعاش اقتصادي داخل النمسا مما يدعم أنه الحكومة حكومة سيباسيان كورس يعني كان لها اخفاقات سياسية من ناحية وفي نفس الوقت هناك يعني اقتصاد مستقر والنمسا يعني بتشارك المجتمع الدولي في المشاريع الدولية مثل الاحتباس الحراري بتشارك النمسا لمجابهة جائحة كوروس النمسا السوعبت خلال العامين الماضيين يعني الإغلاقات التي حدثت وضرر منها الشركات الصغيرة استطعت إلى حد كبير إنها تعمل قروض تقدم بعض التعوضات لها لتلك الشركات نعم نعم طب خليني قامت الحكومة بتقديم بعض المساعدات للشركات طب خليني ننتقل لنقطة تانية السيد محمد طبعا زي ما تابعنا وذكرنا في مقدمة النشر في بعض الأخبار إن جهرت كان ده يعني معروف عنه إنه هو رجل حازم وده اللي تولى وزارة الداخلية في رأي حضرتك أو بصفتك حقوقي ما هي الأولويات اللي بتنتظرها من وزير الداخلية الجديد هو ما في شك هناك يعني ملفات النمسا ألزمت نفسها بيها تجاه المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في الأمور المتعلقة ب إغلاق أبواب الأبواب أمام المهاجرين الجدد فهم يعني يتصدوا بكل قوة إلى الهجرة ضد الهجرة الغير شرعية وفي نفس الوقت هم يشاركون الاتحاد الأوروبي فيما أسموه مكافحة الإرهاب كل هذه الأشياء بتجعل النمسا فاعلة داخل الاتحاد الأوروبي وداخل المجتمع الدولي فمن هم وراء الكواليس يرون هذه الحكومة وبشريكها حزب الخضر يستطيعون أنهم يسيروا الوضع إلى وقت الانتخابات القادمة في عام 2024 أيها أسوذ محمد بس حزب يمكن حزب الخضر بيتبنى بيتبنى التعاطف مع المهاجرين الجدد أو اللاجئين في الوقت الحالي لكن حزب الشعب من كارل نيهاما كان وزير داخلية وكانوا بيمنعوا دخول اللاجئين حاليا دلوقتي بقى كارل نيهاما هو رئيس الوزراء أو المستشار المستشار يعني بنفس الفكر هل أنت أكيد بنفس السياسة ليس ليس هناك انفراجة في الأمر المعلق باللاجئين يعني هيظل الوضع كما هو عليه طب بالنسبة للإسلام السياسي ملاف الإسلام السياسي كان أسير برضو أيام كارل نيهاما كوزير داخلية برأي حضرتك هل هيكون هناك خطة جديدة مع الوزير الجديد لمشكلة الإسلام السياسي ولا رأي حضرتك إيه يعني بعد قرارات المحكمة التي يعني ضحضت هذا السلوك الذي ينتهك حقوق الإنسان والذي قاد كارل نهيمة أنا أعتقد أنه من المستبعد أنه يستمر في نفس السياسة لا سيامة المحكمة والقضاء النمساوي لم يدين أي من تم توجيه التهم إليهم ومن تم اختحام بيوتهم فأنا لا أعتقد أنه بعد هذا الإخفاق يجرؤ كارل نهيمة أنه يستمر في نفس الخط لا سيامة لم تسوق وزارة الداخل الأدلة الجنائية الكافية التي تؤكد أنه هؤلاء ضالعين في أي شبهة في عمل خارج القانون ولكن التحقيقات لم تستطيع نقول أنه التحقيقات ما زالت مستمرة يعني الموضوع لم يغلق بعد لا يوجد هناك حكم نهائي حتى من المحكمة والتحقيقات ما زالت مستمرة أنا أعتقد أغلب الملفات تم وليس دل على ذلك استرجاع كل ما تم يعني مصادرته لأصحاب يعني سواء كانت شركات أو بيوت أو أموال منقولة تم إعادتها لأصحابها مما يؤكد هناك قناعة لدى القضاء المساوي أنه ليس هناك أدلة في هذا المجال ولكن المحكمة لم تصدر قرار نهائي في الموضوع بعودة يعني الموضوع دو ما سمعناش عنه في وسائل الإعلام ممكن كان هناك ضجة لما حصل موضوع القبض على المشتبه بهم ولكن لم تعد الصحافة تكتب عن نهاية الموضوع أو عودة الأموال المتحفظ عليها يعني فيش قرار نهائي يعني أنا أقول أقول لحضرتك ما بني على باطل فهو باطل هناك يعني أنا أعتقد هواطئ من حكومة سباسيان كورس ومجاملة لرئيس فرنسا حيث هناك كان يعني مقاطعة اقصادية من العديد من الدول الإسلامية ومن الشعوب العربية حيال فرنسا لما تخترفه من انتلاكات فكان هناك مجاملة من حكومة سباسيان كورس وكان هذا واضح تماما فالتطبيق على الأيام الجاية هنشوف هل هتستمر نهج الحكومة على كده خليني سؤال الأخير يا سوز محمد طبعا حضرتك تبعت وعايز من حضرتك كمراقب وإعلامي مهتم بالشأن الشأن السياسي في النمسا كان هناك من باميلا ريند فاجنر قالت أني بالنسبة لها أو الأولويات الحزب الاشتراك الاس بي هو موضوع الكورونا عايزين حلول جزرية للموضوع وإلا قدت الحكومة مهلة أن يكون هناك لو ما فيش حلول جزرية بتطالب في بداية العام القادم لانتخابات جديدة كمان حزب الجدد طالب برضو بإجراءات انتخابات جديدة وكان من قبله كيكل طالب أنه ما يكونش فيه أصلا طلب الرئيس أنه هو يعني لا يستقبل هؤلاء الوزراء الجدد والمستشار الجديد وأن يدعو الناس إلى انتخابات جديدة برأي حضرتك كمراقب هل سيتم يتم للحكومة العمل حتى نهاية 24 ولا متوقع أنه ممكن يكون في انتخابات جديدة أولا الأمر المتعلق بالإغلاق الذي هو بدأ من 22 نوفمبر إلى 13 ديسمبر الحالي طبعا هناك مظاهرات كما تعلم حضرتك يعني عشرات الآلاف من المواطنين النمساويين معترضين على التقيح الإجباري وعلى موضوع الجواز المتعلق بالطعيم بالإضافة هناك أناس متضررين من هذا الإغلاق لسيما الشركات والمطاعم الصغيرة وبعض الأندية الصغيرة كذلك الحزب الاشتراكي لديه سياسة مغاررة لما تسير في سياسة حزب الشعب وحزب الخضر فهذا شيء طبيعي أنهم يطالبون انتخابات مبكرة وأنا يعني أعتقد الحزب الاشتراكي سيصر في خلال الأسابيع القادمة ويستحث المجتمع النمساوي كي يعمل فولكس بيجيروم يعني استفتاء ما إذا كان هذه الحكومة تستمر أم لا ونحن منتظرين هناك يعني الأحزاب الخمسة الكبرى في النمسا هناك يعني محادثات فيما بينهم لا بسيطالب اللي بيطالب بانتخابات جديدة هما ثلاث أحزاب يعني حزب حزب الخضر وحزب الشعب هما اللي بيتوالي الحكومة حاليا هي القرارات أو المطالبات جاية من ثلاث أحزاب المعارضة يعني في اعتقاد حضرتك أني ممكن الحكومة دي ما تكملش لأ ألفين أربعة وعشرين فهمتنا أنا أعتقد من الممكن من الممكن في أول إخفاق يعني أنا أعتقد ممكن يعني من بعد 15 يناير بعد عطلة الأعياد سنة الميلادية أنا أعتقد سوف يكون هناك نشاط من الحزب الاشتراكي كي يدفع في هذا الاتجاه بعمل انتخابات مبكرة بالإضافة طبعا هناك شكرا جزيلا هناك يعني مشاكل مشاكل كثيرة في الأمور المتعلقة بالإغفال والإغلاق المشكل الشعب النمساوي غير راضي إطلاقا على تطبيق تياسة يعني مطلوب مننا أننا هننتظر الأيام القادمة هنشوف كيفية التعامل الحكومة مع التحديات الموجودة لها أستاذ محمد في نهاية اللقاء بشكر حضرتك شكرا جزيلا وننتقل بحضرتك دايما على خير أهلا بك أستاذ محمد شكرا جزيلا وأنا أعتذر على العطل الفني الذي حصل شكرا شكرا أستاذ محمد شكرا أستاذ محمد